فيروس كورونا يدق ناقوس الخطر في مدينة سبهة فمع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس تواجه مراكز العزل نقصاً كبيراً في استوانات الأكسجين التي تمنح المصابين فرصة لمواجهة مضاعفات الفيروس في غرف العناية الفائقة وتحول دون تفاقم أوضعهم الصحية هذه المخاوف دفعت الجهات المسؤولة بالبلدية إلى تنظيم مؤتمر صحفي حذرت فيه من تفاقم الأوضاع الصحية مؤكدة أن مصانع استوانات الأكسجين ستكون عاجزة عن تلبية احتياجات المرضى اليومية والتي قد تصل إلى عشرين استوانة يومية للمصاب الواحد عندنا ثلاث مصانع رئيسية ومصنع الرابع اللي هو في مركز الأورام اتنين في مركز سبهة طبي واحد للعزل في مرضى التنفسية واحد في مركز الأورام اللي هو بده يشتغل من خلال الأسبوع اللي ماضي هذا بده يشتغل أنه كان فيه عطل الأمور اللي صارت أن الاحتياجات بتاع الأكسجين لا يمكن أن يغطينها مع زيادة الحالات أن يغطيها ما يتم إنتاجها من هالمصانع وأمام هذه التحديات التي تواجهها بلدية سبهة ومع توافد عشرات الحالات من خارجها لطلب الفحص أو العلاج يحذر المسؤولون من انهيار المنظومة الطبية بالمدينة وعجزها عن استقبال أي حالات جديدة من خارج البلدية طلبنا منهم أنهم يجيبوا التجهيز امتاحهم ويمدونه بالكسجين امتاحهم باش نعالجونهم مرضاهم أو نستقبلوا حالات سبهة فقط لأننا احنا أمام رب العالمين مسؤولين على بلدية واحدة بس فالمفروض يكون فيه تعاون بيننا يعني احنا لما نكونوا لما احنا عارفين أن الناس كلها يعني حتى اللي يجيب بيعالج يجيلي مركز سبهة طبي ليسبهة ارتفاع عدد حالات الإصابة وتزيل وفيات بشكل يومي من فئة كبار السن وازدياد حالات الإصابة بين الأطفال بعد استئناف الدراسة دفع مركز مكافحة الأمراض في سبهة إلى مناشدة جهات مسؤولة في عموم البلاد تقديم الدعم العاجل حفاظا على سلامة سكان المدينة من خطر كورونا ترجمة نانسي قنقر